فيلمنا بيبدأ مع مقولة خاصة بشاعر بريطاني بتقول لا تكن معجبا بظلمة الليل الجيدة فالغضب هو من قتل دوقها وبعدها بنروح لموذف بيكون نايم وباصس للسقف وفيه دبان كتير حواليه وبيبقى مش قادر انه يقوم بسبب انه كان سكران قبل ما ينام وده مسبب له صدوع قوي ومش قادر يتحرك بسببه وبيكون فاكر انه نام في شاقته بعد ما اغم عليه من كتر الشرب اللي شاربه وبيبقى باصس لكشاف مليان حشرات ميتة وما بيبص جنبه بيلاقي فيه فرميت وساعتها بيتفزع وبيقوم من مكانه عشان يلاقي نفسه محبوس جوا خزنة او قودة كبيرة حيطانها غامقة وفاضية ما فيهاش حاجة غير خزنة واحدة مقفولة بقفل بدون مفتاح وبيبقى باب القودة شبه باب خزنة الفلوس وبيكون لابس بدلة كأنه راجع من شغله وبيفضل يبص حواليه في ساعته وبتكون الساعة تسعة ونص يوم واحد ابريل وبيروح ناحية الباب وبيحاول يفتحه بأي طريقة لكن بيفشل فبيفضل يخبط على الباب جامد وبيكون فاكر ان اصحابه عاملين في مقلب مش اكتر من كده وان كل ده هزار فبياخد الموضوع كأنه ضحكوا مقلب عادي من صديقه وبيطلع موبايله عشان يتصل بقى اي حد يجي يخرجه بيلاقي ان ما فيه شبكة في موبايله كمان بسبب ان القودة حاجب الشبكة وبيفضل يتماشى في القودة كلها ومش بيلاقي مكان فيه ارسال فبيروح ناحية الخازنة عشان يحاول يفتحها او يعرف اللي جواها وبيبقى لازم يفتح القفل عشان يفتحها وبيحاول يحركها من مكانها فمش بيقدر لانها متسبتة في الحطة بمسامير ولانه متأكد انه في مقلب بيدور على الكاميرا اللي بتصوره ومش بيلاقيها برضو وبيزع جمد ان اللي بيعمل فيه كده مش يرحمه وما يطلع وانه ده مش يزار ابدا وبيرجع يقعد في الارض وبيفكر هيخرج ازاي من المكان ده ده غير انه بيبدأ يجوع ويعتش ومحتاج يدخل الحمام وبيعدي عليه الوقت بمنتهى البطء والملل وبيعدي عليه اليوم كله وما فيش اي حركة من اي حد برا الاودة اللي هو فيها فبيفضل يخبط على باب الاودة عشان حد يسمعه وبعدها بيفضل يضرب الخزنة وبيتعصب عليها لان ما فيش حاجة تانية في ايده يعملها وبيطلع فوقها عشان يحاول يخلعها من الحطة وتتكسر فيعرف اين لجواها لحد ما يستسلم وبيعدي اول يوم حبس ليه في الاودة وبيقوم من النوم لتاني ليلة هيقضيع في مكانه وبيحاول يدور على ارسال في موبايله وما بيفشل بيحطه في جيبه فبيوع منه بالغلط في الارض وبيتكسر وبيفصل خالص فبيتعصب علي اي حاجة حواليه وبيخبط الكشاف الموجود في السقف اللي مليان حشرات ميتة فبياخد باله نفوس للحشرات مفتاح فبينط وبيمسك في غطى الكشاف عشان ينزل به وبيكسره في الارض وبيلاقي المفتاح واق قدامه في الارض فبياخده وبيروح على الخزنة وبيفتح بيه القفل وبيلاقي جوة الخزنة استوانتين اكسوجين بيستخدمه في اللحام وادوات اللحام معاه وبيطلع على الادوات من الخزنة وبياخد شاكوش ومسمور كبير للحفر وبيفضل يخبط في بوابة القوضة لكن مش بتأثر فيها لانها من حديد وبيرجع من تاني لاستوانات الاكسوجين وبيحاول يركبهم عشان ما كنت اللحام تشتغل وبيفضل يجرب لحد ما بيوصل لطريقة تشغيلهم وبيطلع نار من خرطوم اللحام وبيواجهه ناحية رشاشات المية الموجودة في السقف اللي المفروض تشتغل في الحريق ومش بيلاقي مية نازلة برضو وبيحاول انه يسايع حديد البوابة بمكينة اللحام اللي معاه لكنها مش بتتأثر فبيفضل يخبط في الخزنة لحد ما بيخلعها من الحيطة نفسها وبيكون مش عارف يتصرف ازاي وبيحاول يسيطر على اعصابه عشان ما يتجننش وبيفكر بعقلانية انه لازم يخرج من المكان ده قبل ما يموت وانه مش بيحلم وإلا كان زمانه أم من الحلم بعد كل اللي عمله ولازم يدور على طريقة للهروب وساعتها بيبص ناحية الحيطة بيلان الخزنة كانت متسبتة في الحيطة بمسامير ومكانها مجوف وبياخد الشاكوش والمصمر معاه وبيفضل يكسر في الحيطة عشان يعمل فتحة يهرب منها وبيكون عارف انها تاخد منه وقت طويل وهو مش معغير الوقت وبيتمنى لو كان سمك الحيطة قليل وفي حاجة لها لازم ناحية تانية ومن كتر المجهود اللي بيعمله بيبقى محتاج أكسوجين عشان يتنفس كويس فبيروح ناحية استوانت الأكسوجين نفسه وبياخد نفس كبير من الخرطوم وبينام بعدها على طول وبيقوم مفزوع من النوم عشان يقفل استوانت الأكسوجين قبل ما تخلص لانه أكده يحتاج اللحم بعدين في أي حاجة وبيكون لازم يأكل أي حاجة قدامه وما بيلاقيش غير دبانه ودود وفار ميت فبيختار ان يأكلوا الدود على أقل حاجة فيها بروتين وبيستحمل طعمه بالعافية وبيروح ناحية فتحة الحيطة عشان يكمل تكسير فيها وبيفضل يكسر لحد ما بيوصل لحديده قدامه فبيفهم انه خلص نص الطريق فبيستخدم مكينة اللحم وبيقطع الحديد اللي قدامه وبيرميه وراه عشان يكمل تكسير ويوصل للناحية التانية من الأوضة لحد ما بيلاقي فراغ الناحية التانية وبيكون نجح في الوصول وبيوسع الفتحة عشان يعد منها وبيدخل منها بالعافية وبيلاقي نفسه في أقودة تانية شبه الأقودة اللي هو فيها بالزبط وبيتصدم من اللي هو فيه وبيلاقي بابها مش بيتفتح برضه وما بيبص وراه بيلاقي فيه تابوت مقفول قدامه فبيتمنى ان التابوت ده يكون فاضي او مليان متفجرات عشان يقدر ان يفجر باب الأقودة ويهرب منها ويحرر نفسه وبيروح يفتح التابوت فبيلاقي فيه بنت نايمة وبيفتكرها جثة ميتة لكن البنت بتقوم سرخة من النوم وبتهرب من قدامه وبتفضل تتكلم بلغة أفريقية غريبة مش مفهومة وبعدها بتهرب من خلال الفتحة اللي هو فتحها للقودة بتاعته وبيروح وراها عشان يفهم منها اي حاجة عن اللي بيحصل لكن بيتأكد انها كمان مش عارفة اللي بيحصل ومش بتتكلم انجليزي واما بيحاول يعدلها للقودة اللي هي فيها بتفضل تسرخ لانها خايفة منه وبيكون عايز يقتلها او يعتدي عليها فبيسيبها وبيفضل قعد على الأرض وبيكلم نفسه وبيضحك لانه قالها ان كل حاجة هتبقى بخير وهو نفسه مش عارف هم فين ولا يعيش وقت دي فبيوهم نفسه انه بيتخانق معها كأنها مراته وبيقولها ان حياتهم هتبقى جميلة وهيتجوزوا ويخلفوا وساعتها الأولاد هيناموا في التابوت وبيتحك انه تجنن وبيروح ناحية التابوت عشان ينام فيه وبتفضل البنت تستكشف قط الراجل وبتلايها مكنة اللحام اللي هي مش عارفة بتستخدم لإيه وبتروح تنام هي كمان وبتيجي الليلة التالتة وبعد ما البنت بتهدأ وبتفهم انها محبوسة هي وهو في مكان واحد بتروح ناحيته وبتحاول تصحي من النوم وبتشاور له بالشاكوش على الحيطة وبيفهم انها بتقوله يكمل حفر في الحيطة لان دي طريقة خروجهم من القوضة فبيقولها تختار حيطة عشان يبدأ الحفر فيها يمكن يوصله لحاجة وبتختار الحيطة لناحية التابوت وبيحاول يخليها تساعده في الحفر لكنها بتخاف انه يخبط إيدها بالشاكوش اللي معاه وبتقوله انه يحفر بنفسه بس فبيفهمها ان ييده مجروحة من كترة ضرب بالشاكوش ولازم تساعده وبيخليها تمسك له المصمار اللي بيدرب عليه بالشاكوش وبيجي يضربها بيلاقيها شالت إيدها لانها خايفة منه فبيتحاول انها تمسك الشاكوش بنفسها لكنهما بيشوف ضربها بالشاكوش ضعيف قديه بيقرر انه هو اللي يكمل بنفسه لانه لو اعتمد عليها مش هيخلص وبيقولها بهزار تروح تحضره الأكل وما يجهز تندهله وبيكمل حفر هو في الحيطة وبيبنى عليه نطاقته شبه انتهت ومش قادر انه يضرب بقوة بسبب قلة الأكل والشرب وبيفكر من اللي عمل فيه كده وحبسه بالطريقة دي وبيقول البنت انه دي اكيد من أعمال الفضائيين وانهم اتخطفوا للكوكب التاني وموجودين في اختبار ويممكن يبقى اختبار قوة او تحمل او غيره وبيرتح شوية وبتكمل البنت حفر في الحيطة وبيفضل قاعد يفكر مع نفسه هو ازاي يجي هنا ولا كان فينا قبل ما يغم عليه ويصحى في المكان ده وبيتأكد ان خلاص ما بقاش فيه مقلب لان لو فيه مقلب اكيد مش هيقعد كل الوقت ده وان الفضائيين هما اللي خطفوه زي ما خمن وبتبقى البنت بتحاول انها تحفر في الحيطة لكن بدون فايدة لان ايدها ضعيفة جدا وهي بتحفر في خرصانة فلازم تخبط جامد ودي حاجة مستحيلة تعملها لانها ضعيفة جدا وما بتزهق وبتفقد الامل انها تكمل حفر بترمي المصمر والشاكوش للراجل وبتسيب وبتروح للقودة التانية اللي فيها الفار وبيكون لازم ياكلوا فيها فبياكل الراجل الدود اللي قدامه وبيعرض على البنت انها تاكل معاه لانها من غير اكل هتموت وبتقعد على الارض جنب وهو بيكسر في الحيطة وبتتكلم مع نفسها انها المفروض دلوقتي كانت هتبقى فرح ومش فاكرة هي جات هنا ازاي وايه سبب وجودها في المكان الغريب ده وبتفضل تعيط فبيحاول انه يهون عليها وبيغني عشان تضحك وهو بيكسر الحيطة وبيغني هما الاتنين سوا عشان الوقت يعدي لحد ما ايده بتتجرح وبيتقلم منها جامد فبتقطع البنت اللبس بتاعها وبتلفح حولين ايده عشان ما يتلوثش اكتر وبيلاقوا ان فيه صوت جاي من باب القوضة فبيجروا عليها على امل ان فيه حد يفتح لهم لكن الصوت بيختفي من تاني وبتفضل البنت قاعدة بتاعيط لانها بتفقد الامل في الخروج من القوضة وما بيرجعوا من تاني عشان يكسروا الحيطة بيلوثوا ترجع فبياخد الراجل باله ان الباب بيتفتح اوتوماتيك لو هما مش بصين عليه فبيوقفوا وعينهم على الحيطة وبيرجعوا ما الاتنين بدهرهم ناحية البوابة وهي بتتحرك وبتتفتح اخيرا وما بيعدوا بيلاقوا نفسهم في قوضة ثالثة وفيها قبر في الارض وبيفهموا ان القبر ده ممكن يكون معمول لهم عشان يموتوا فيه ومش بيبقى في قدم حاجة غير انهم يحاولوا يحفروا لكن المرة دي هيحفروا في القبر نفسه لكن طاقة الراجل بتنتهي خالص ومش بيكون قادر انه يحفر او يستخدم الشاكوش اكتر من كده وبيفكر ان اللي رموه في المكان هنا عايزينه يقتل البنت ويكلها وبسبب طريقة كلامه بتخاف البنت منه فعلا وبيفضل يغلط في اللي كانوا السبب في حبسه في المكان ده وانه مستحيل يقتلها ويكلها وانه بيفضل الموت في القبر اللي هو فيه على انه يعمل حاجة زي كده وبتحاول البنت انها تشجعه بأي شكل وبتفشل وبتطلعه بالعافية برا القبر وبيكون مستعد لموته وبينام هما الاتنين وبيصحى الراجل بيلاقي ان البنت بردنة جدا جنبه فبيروح ناحية التبوت اللي هي كانت نامة فيه وبيخلع الكسوة بتاعته منه وبيرجع للبنت عشان يغطيها وكل ده بيعمله وبيصحف على الارض لانه مش قادر يمشي وبينام تاني جنبها وبيصحوا هما الاتنين كمان شوية على صوت فاتح باب تاني في القوضة فبيتحركوا ناحيته بدهرهم برضو عشان يتفتح لهم ويعدوا منه وبتتفتح قدامهم البوابة وبيلاقوا نفسهم في غابة كبيرة وجميلة وعالم غريب وبيستغرب هما الاتنين من المنظر لانهم مش بيكونوا مستنين الجمال ده كله وبيخرجوا اخيرا من المكان وبيبقوا خمينهم اللي خطفهم كان بيعمل عليهم تجارب تحمل وهل هيتحملوا اللي حصلهم ده ولا لأ ويستهلوا انهم يعيشوا في المكان ده ولا هينتحروا وبيبقوا هما الاتنين نجحوا في الاختبار الفيديو ده كتبوا يوسف ابراهيم وسجلوا محمد طاهر ده اللي هو انا يعني ومنتجوا محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانيمي والكارتون سلام